في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظمت جامعة طنطا قافلة طبية بسمنود بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتهدف فاء القافلة لتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئة الأكثر احتياجا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاتات بمجلس الوزراء هذا وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لألف واربعمائة وثمانية وعشين مواطنا من الأهالي وتحويل 82 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة طنطا في عدة تخصصات